بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نيد الألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة قبل مبدأ أو نتكلم عن منتخبنا الوطني طبعا وفوز منتخبنا الوطني على الجابون النهاردة الحقيقة وخلاص وصلنا للمرحلة النهائية عندي الحقيقة النهاردة جات لي أخبار أنه كان هناك تعليق من الكابتن أصام عبد الفتاح على أنه مش هيتكلم في الإعلام خلال الفترة القادمة وحيركز مع الحكام فأنا بشكر الكابتن أصام هو بنقول حاجة كويسة حصلت طالما هذا التصريح إذا كان هذا التصريح صحيح قال الكابتن أصام قال أنه هو يعني محتاج وقت لتطوير التحكيم وتطوير الحكام وكذا وكذا فهو قال أنه إحنا هنبتدي بقى نركز الفترة اللي جاية زي ما كنت مركز الفترة اللي فاتت ده كلام الكابتن أصام حيركز أكتر خلال الفترة اللي جاية فده كلام محترم أنا بشكره عليه طبعا لأنه ليه أنا بقول هذا الكلام لأنه إحنا خلال الإسبوع اللي فات أو الإسبوعين اللي فاتوا الحقيقة دايماً الكابتن أصام كان بيتكلم كلام غير منطقي من وجهة نظرنا أنه كان بيتكلم دائماً بلا منطقية شوية فمن الواضح اللي الكابتن أصام وصلت له كل المسجز أو كل الرسائل اللي إحنا عايزين نوصلها له يا كابتن أصام كل اللي إحنا عايزينه أن يكون الدوري المصري بشكل أفضل في كل شيء ثقاتنا كبيرة جداً في الكابتن أصام عبد الفتاح أيوة ثقاتنا كبيرة وحتفضل كبيرة في الكابتن أصام عبد الفتاح ولكن يجب أن تكون هذه الثقة من خلال الأداء في الملعب إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية من الحكام معنى أن إحنا يبقى هناك تحكيم عادل أن لو الأهلي 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 لو عليه ركل الجزاء احسب حضرتك ركل الجزاء على النادي الأهلي ولكنه ولكن إذا كان هناك ركل الجزاء يستحقها النادي الأهلي فمن فضل حضرتك احسب ركل الجزاء اللي يستحقها النادي الأهلي الاتنين لا تمييز ما بين الألوان لا احتواء ما بين الألوان فيش حاجة اسمها احتواء ما فيش حاجة اسمها تمييز الحكم هو قاضي الملعب هو اللي بيحكم بكل القوانين اللي في إيديه علشان تخرج المباراة لبر الأمان أو تخرج المباراة بشكلها الصحيح النتيجة 5-0 النتيجة 5-3 النتيجة 5-1 النتيجة 10-0 محدش من الحكام من المفترض أنه هو ينظر لهذا للنتيجة يعني دايماً ما تبصش للنتيجة فوق لا لما تيجي تبص بص الأداء التحكيم وتطبيق العدالة والقوانين من خلال المباراة هو ده اللي احنا ننتظره من الكابتن عصام ومن الحكام أو من التحكيم المصري خلال الفترة اللي جاية هو ده دايماً اللي احنا بنستناه لأن النادي الأهلي ذاق الأمرين الحقيقة الموسم السابق وأنا لحقيقة دايماً بحب أنسة وما بحبش أفتكر ولكن كل اللي حصل خلال التلات مباراة السابقة أو خليني أقول المباراة السابقة تحديداً يخليني أسترجع اللي فات وأبتدي أفكر فيه وأبتدي أتكلم عنه وأبتدي أشوف وأبتدي أعفواً أبتدي أشوف هو إيه اللي بيحصل واللجنة هي هي وكل حاجة هي هي وكل حاجة واضحة للناس كلها إذا كان هناك تحصف في الأداء فبالفعل كان هناك تحصف في الأداء ولكن في المباراة المهمة يجب على الحكم تطبيق العدالة فيش حاجة اسمها احتواء فيش حاجة اسمها احتواء الاحتواء ده ممكن ما بين واحد وواحد صاحبه كده لكن ما فيش احتواء في كرة القدم ما فيش احتواء في قانون بيتم تطبيقه حتى روح القانون أو كيفية إدارة المباراة لما تقعد تقرأ بنود الفيفا فيما يخص التحكيم لما تقعد تقرأ بنود الفيفا هتعرف أن ما فيش حاجة اسمها احتواء طيب ده التصريح طبعاً من اليوم السابع من اليوم السابع أوضح مسؤول لجنة الحكام أن اللجنة لا تنظر للسوشال ميديا ولا الفيديوهات التي تنتشر من خلالها لصعوبة التأكد وأكد مسؤول لجنة أنه تم الاتفاق على عدم التعليق على أي وقائع تتعلق بالحكام والقرارات التحكيمية في الفترة المقبلة لأن البعض يتصيد الأخطاء ماشي هنعدي كل الكلام ده ما فيش مشكلة يا سيدي كل الناس اللي بتتكلم يعني كل البرامج اللي بتتكلم هي برامج خطئة وبتتصيد الأخطاء ويحاولون الزج بالحكام في أزمات جانبية زي ما التصريح اللي قدامنا بيقول خلاص طالما حضراتكو شايفين يعني كل الناس أجمعت على هذا الأمر وكل الناس أجمعت على أن تصريحات كابتن محمد عدل هي تصريحات خطئة كل ما فيش واحد أهلاوي أو غير أهلاوي ما قالش الكلام اللي قاله كابتن محمد عدل ده هو كلام غير صحيح ولا يصح أن يقال حتى لو على سبيل حسن النية لا يا صح أن يقال نتصيد أخطاء ونعمل إيه يا جماعة مش كده حنعدي ماشي حنعدي الكلام ده حنعدي ونشوف وبعد كده حضراتكو من خلال هذا التصريح بتقولوا أنتو حتسكتوا ومش حتتعلقوا على القرارات على فكرة ده الفيفا هو اللي بيقولي الكلام ده وده بعد أسبوع كامل كابتن عصام صبح ودهر وبالليل بتلاقي له تصريحات في كل حت هو اللي بيتكلم مش إحنا إحنا دايماً بنكون رد فعل لما بتقوله حاجة كويسة أو لما بتعمله حاجة كويسة بنطلع نقول بنثقف وبنقول حاجة كويسة جداً لأنه هو ده اللي إحنا عايزينه عايزين نمسك في حاجة كويسة ونمشي وراه نريد التحكيم العادل للـ 18 نادي للدوري المصري الدوري المصري زي ما حضراتكو شايفين كل حاجة حلوة كل حاجة حلوة الناس يعني دايماً يقولك في فترة التوقف الدولي دي بتبقى الناس منزعجة شوية وزعلانة وكذا والكلام ده كله عشان الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي والدوري الألماني دلوقتي المصريين بيقولوا عايزين الدوري المصري يرجع كلنا مستنيين الإجيبش الليج الكلام ده حقيقي بالمناسبة لأنه في مباريات حلوة جداً 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 بتتلعب بعيداً عن مباريات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والفرق الكبيرة لا والبيراميز في مباريات بتتلعب حلوة فيه ناس كتيرة بتنتظر الدوري العام المصري ورجوع الدوري العام المصري صورة على أعلى مستوى نقل بأفضل كاميرات أفضل مخرجين هم كده كده عندنا أفضل مخرجين أفضل مصورين كل حاجة حلوة الجماهير زي الفل اللي بتخش الملعب بتشجع فريقها كل حاجة بقت حلوة وكل حاجة المؤتمر الصحفي مؤتمر منظم الأمور كلها ماشية في اتجاه رائع جدا لا ينقصنا إلا التحكير حتى التصريح اللي قيلينه يعني قيلينه باستفزاز شوية ولكن أوكي فيش مشكلة هنعدي أنا رسلتي لحضراتكم الحقيقة أتمنى أتمنى أن الجميع ينظر إلى شغله من فضل حضراتكم بصوا على شغلكم ما تبصوش على انتقادات الآخرين زي ما أنتم بتقولوا هي مش انتقادات بالمناسبة لأنها هي انتقادات أداء وليس تصيد أخطاء زي ما التصريح اللي قال أنا بنتقد حضرتك في أداء عملك اللي بتعمله أو في أداء شغلك اللي بتعمله مش بنتقدك كشخص أبدا أبدا عمرها ما حصلت ولا حتحصل أتمنى بس برضو مرة تانية مرة تانية أتمنى أن يتم إعلان لجنة الحكام تشكيل لجنة الحكام أتمنى اللي صراحت أو للناس اللي صراحت بهذا الكلام اللي احنا شفناه أتمنى تقولوا لنا تشكيل لجنة الحكام بقى عشان نعرف نتكلم إذا كان الكابتن عصان بقى له عشر تيام برا مصر والحكام محتاجة تطويره ومحتاجة مين اللي بيعمل الشغل عشان نطلع نقول مين اللي بيعمل الشغل ولكن بهذا الشكل وبهذا الأداء مفيش مشكلة هنعدي التصريح أنا اللي يهمني في التصريح أن أنتو حضراتكو الكل حيسكت أو حضراتكو اعترافتو أن أنتو محتاجين تطوير أولا ده شيء جيد جدا وأن الاعتراف أو بداية الإصلاح بالاعتراف بالتقصير فده شيء حلو جدا بالنسبة لي وشيء جيد جدا لأن أنا كل اللي أتمنى أن يكون فيه تطوير في منظومة التحكيم خلال الفترة اللي جاية دي أول حاجة تاني حاجة أن أنتو حتسكتو حتسكتو وتركزو في شغل التحكيم والتطوير التحكيم أتمنى أن ده يحصل وتبقى المهم الرسالة اللي احنا بقالنا أسبوع بنقولها أو عشر تيام بنقولها تكون وصلت للجميع أن نحن لا ننتقد أداء أو أنا آسف إحنا دايما نبنيجي ننتقد بننتقد أداء ما بننتقدش شخصيات وده لازم أقول الكلام ده أو لازم أقولك كلمتين دول كل شوية أتمنى أن يكون هناك تطوير وأن يكون هناك عدل في الثمانتاشر فريق في الثمانتاشر فريق خلال الفترة القادمة مبروك